ورجعنا لكم تاني والمين اتراكشن خلينا ساميها بالانجليزي لحد ما لقيلها اسمه بالعربي ما يزعلش بقيت الديوف المين اتراكشن معنا النهاردة هي مش بس بنت شخصية اعلامية وصحفية مؤثرة جدا 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 في مصر والعالم العربي ولكن هي كمان عملت من نفسها اعلامية وصحفية وكاتبة وشاعرة حنان مفيد فوزي اهلا بيك انا مش مصدقة اوه ازاي انا مش مصدقة حاجة تانية انا مش مصدقة ان انت مزيع وانا تضيفها اشان انت كنت قبل كده انت تضيف وانا مزيع احنا بنتبادل الادوار بس شفتي فرق كم سنة ومنزكش ان انا لازم تضيفه برضه ايوا سبعت بسين تقريبا ازايك يا مراد عمل ايه احنا هنتونس مع بعض مش هكلمك في حاجة يعني تدايقك او تجيب شجن اوه خالص انا هنتونس مع بعض مع الجمهور ونقول لهم مين حنان مفيد فوزي من الاول خالص من البداية اوكي احنا قلنا ان انت بنت الاعلامي الكبير والصحفي الكبير مفيد فوزي الله يرحمه والاعلامية امال العمدة كلية اداة بقسم نفس قسم علم نفس علم نفس اختيار ام تنصيق لا اختيار انتي اختارت اه انا اختارت اه لانه الدراسة دي بتخليك تفهم النفس البشرية كويس قوي وتفهم الظروف المحيطة بيها وده اللي ممكن يخليك يعني دكتور النفسي او الممارس النفسي بيعمل اندستيجيشن ما بينه وما بين الشخص اللي قدامه مش عايز اقول مريض لانه مش كل اللي بيروحوا لدكاترة نفسيين مرضى نفسيين لو معدتا بيبضحايا المرضى مثلا او حاجة زي كده يعني فبيعرفك ازاي تسأل فانا كنت حبى الاعلام من بوابة علم النفس يعني من الاول كان في دماغي في دماغي اه من الاول خالص كان في دماغي هناخدها خطو خطو ان انا ادرس حاجة تفيدني اكتر من اعلام بعد كده روحتي لحد كندا جامعة منتخيال بزاك عشان تدرسي علم الابراج بزاك لا هو علم الفلك او علم الفلك علم الفلك دي دراسة حرة دراسة ستة وشهر ايه لاني بحب الابراج كده كنت روحتي لحد كندا عشان تدرسي الابراج هي دي الجامعة اللي انا عرفت فيها ان في دراسة حرة يعني اقدر ادرس فيها دراسة حرة قسم الفلك بس انا كنت رايحة ادرس متصورة انه هو أبراج بس فاكتشفت أنه هو لا ده قسم فلك فبيتكلم عن الكواكب وعن الأبراج وعن المجرات وعن حاجات كتيرة جدا ثم تأثيرها على الأبراج هو علمي فعلا أو علمي طبعا ده علمي جدا بس فكرة بقى أنه حزوز وأنه مش عارفة عريس هيبقى آخر الشهر وفلوسها تجيلك آخر السنة كلام ده كلام فارغ طبعا التأثير بيبقى تأثير نفسي بحت أنت عملت كتاب عن علم الأبراج عملت كتابين جزء أول وجزء تاني اسمه نجمك في السماء نجمي في السماء أهم على الشاشة دلوقتي أعملت حوارات مع نجوم الأبراج يعني يسرى في الحوت مثلا إسعاد يونس في الحمل باعتبر أن أنت برج الحمل طبعا ده الجزء الأولاني ده الأولاني والتاني هو والتاني هو اللي كان على الشاشة قبل كده معشان كده أنا وإسعاد حبيب لا يوا بالضبط كده لا وإسعاد حسين فهمي وده في ناس كتير في الحمل كتير آه في الحمل أنا نفسي في رواءان بالحسين فهمي آه لأ ده مالو ده ممكن آه يمكن لما تجبر شوي آه لأن الحمل لأن أنت صغير بالنسبة للحسين فهمي أنت صغير آه بس الحمل فريري قوي آه إن شاء الله إن شاء الله سم سنة أربعة وتسعين العودة والعمل في وزارة قطاع الأعمال بالضبط بس أبليها بس في حاجة أن أنا عملت زي معادلة زي الماجستير كده في سيكولوجية الحلم عند فرويد فدرست الأحلام سيكولوجية الحلم يعني أنت بتحلم بتحلم ده ليه بالضبط حاجة من جوك اللي وإحنا بالبلدي بنقول عقل الباطن بيطلع بالضبط التفسير التفسير العلمي مش التفسير الديني أنا ليش دعوة بالتفسير الديني أوكي أنا دعوة بالتفسير العلمي هو فعلا فيه رسائل بتوصل لنا من قوة مختلفة وإحنا نايمينك لا هو أنت تختزن هو أنت طبعا بتختزن طول الوقت وإنت ماشي في الحياة بتختزن مواقف بتختزن ظروف محيطة بتختزن أفكار كل ده بيترجم عندك العقل ده أكبر سيناريست في الدنيا فبيعملك حلم بيصنفلك حلم معين بس كل ما تبقى قريب من أحلامك كل ما تفهم نفسك أكتر كل ما تفهم مفروض تتصرف إزاي لأنه الحلم بيدي لك الحل الحلم لو أنت في مشكلة ما جديدة دي آه لا 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 ده حقيقي أنا درست كده أنه الحلم بيدي الحل بس أحنا تلاتة ربع الأحلام بعد ما بنقول بنقوم ب40-50 ثانية ما بيفتكروش ده علشان أنت الحلم ده اللي أنت ما فتكرتوش أولا ما فيش حد ما بيحلمش كل الناس بتحلم بس ليه تنسى عشان العقل الباطن بيدي إشارة أنه يسقط الحلم قبل الاستيقاظ ليه يسقطه في النسيان عشان الحلم ده أصلا بيشكل لك تهديد يعني حلم ده مزعج بالناس بيلك فيسقطه أنت عارفة أن في اليابان لسه قاري البحث ده من ثلاثة ربع تيام في اليابان اخترعوا ماشين مكنة جهاز بيقرأ أحلامك ويخزنها تتفرج عليها لما تسحق دي عظمة دي عظمة لأن دي بتساعد دي حاجة قريبة لسه ما فيش عايزة أقولك أنه إحنا ما عندناش ما عندناش الاخترع ده إحنا عندنا في مصر اخترع اسمه كاشكول ده في علم النفس دايما بيقولوا عليه إنك تكتب الرموز اللي أنت حلمت اللي أنت فاكرها يعني يعني رموز يعني مثلا حلمت بعربية حمرة ماشية في طريق فتكتب العربية تكتب اللون الأحمر وتكتب الطريق كل دي رموز وكل رمز منهم لتفسير مهم إيه دا يعني أنا بعد كده لو حلمت حلم ومش فاهمه ممكن أكلمك تفاصل روح يعني حاول بقدر تفسير علمي آه تفسير علمي طبعا تفسير علمي إيه دا أنا ما كنتش أعرف دا وإحنا صحاب بشوف يبنى كم سانا أشوفت بقى إيه دا أنا كمفروض أستغلك ده أنا أعبهرك أنا أعبهرك أنا أجاه أبهرك أنا أجاه أبهرك أنا أعبهرك أنا أعبهرك أنا أعبهرك أنا أعبهرك أنا أعبهرك أنا أعبهرك